ترجمة نانسي قنقر تضايق ومحتار ومعارف شو بدك تعمل بقلت قومي فزي يا أم خالد عند حبيب قلبك الشيخ سعد لأنه انت صيدلية قلبه وهو أسبرين حياتي أم خالد في شي مخيف خافي عن اللبنانيين حتى لي ما يعملوا بانيك بانيك؟ حشا السامعين شو في شيخ سعد في نيزك متوجه صوب الأرض وعم بيقولوا علم النازق انه يمكن يسقط عنا بلبنان وليه نيزك لقوم لم الشراشف عن حبل الغسيلة الميل شحبر ام خالد النيزك بيعمل كوارث زلازل هزات اطلاني هم الغسيلات وين هالأمريكان ما يجوا يطرقوا صاروخي فتفتوا بالفضاء يخلصونا منه هم بيقولوا انه هذا من معدن ما بيتفتفت ما بيتفتفت؟ شيخ سعد أنا عند الحال مسيك عطي هيدا للأمريكان وقلهم بتقول قرأم خالد اقصفوا النيزك بهيدا وشوفوا كيف رح يتفتفت المسيك وشو هلشي هذا قانون انتخابات النسبة تبعنا ام خالد ها 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 حما تمزح ولك ليش بدي امزحوا لك يا شيخ سعد ليش هالقانون الانتخابات اللي عاملين لنا اياه خلى شيء على حيله بالبلد اي شارزم اللي ما بيت شارزم اذا الولاد ترشح ضد ابوه اذا الخي ضد خيه العديل ضد عديله ولك 14 أزار صاروا 14 ألف فريق 8 أزار صاروا 88 ألف فريق معده هو جميع الحراك المدني صاروا 99 ألف حراك وحركة وحركات ولك يا شيخ سعد ويلك من هيدا اتفاق مع راب يلي تفكفك واتفاقية مار مخيل يلي أنجأ يا ضاب بعد في منها ورقة توت ولك يا شيخ سعد طيارك لو ما الخرز الزرقى كان هلا فيه بقلبه 90 ألف طيار كمان وبتقول لي قانون النسبة وعم تمزحة ولك هيدا القانون رح يعصى عليه شقفة نيزك والله معك حق يا أم خالد حابعت هذا للنازة حتى يدمروا النيزك خليني أكرمك يا أم خالد لا شيخ سعد أنا ما بحبت أقول علي ولك أموري هالعيون أنت شيخ سعد أنا قالولي أنه أنت رحت عمؤتمر الصدر وجبتلك قرشين مرحرحين أصدك مؤتمر السادر جبت 11 مليار دولار لدعم لبنان مبروك شيخ سعد فيك تشلي منهن شيخ 15 زولار لحتى أشتري فيهن صدرية جديدة مخالد؟ ولو؟ شو ولو لك يا شيخ سعد؟ ما هو اسمه مؤتمر الصدر؟ السادر؟ الصدر؟ صدر؟